بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم أعزائي التلاميذ طبعا كما وعدتكم سوف نبدأ بإذن الله تعالى شرح الدروس إن شاء الله وحل التمارين بإذن الله كي نضمنا الفهم الجيد بإذن الله لأبنائنا نبدأ اليوم على بركة الله مع أول درس وهو الدرس القاسم المشترك الأكبر هو درس سهل جدا وكل درس الرابعة متوسطية درس سهلة بإذن الله فقط عليكم بالتركيز جيدا مع الشرح وبعدها يجب أن نقوم بحل الكثير من التمارين لأن الفهم دون تمارين لا يساوي شيء نبدأ على بركة الله أول درس هو درس القاسم المشترك الأكبر قبل أن نذهب إلى طرق حساب القاسم المشترك الأكبر يجب علينا أولا أن نعرف ما هو القاسم المشترك الأكبر نبدأ كي نعرف ما هو القاسم المشترك الأكبر يجب أن نفهم العنوان كلمة كلمة حتى نفهم ما هو القاسم مشتركة أكبر نبدأ أولاً مع كلمة القاسم ما معنى كلمة قاسم عندما أقول لك أن A قاسم لB ما معنى هذا بكل بساطة نقول عن عدد A أنه قاسم لعدد آخر نقول طبعاً طبيعي عدد طبيعي A أنه قاسم لعدد طبيعي آخر B إذا كان بي مضاعفاً لع ما معنى هذا الكلام 2 قاسم ل6 لماذا 2 قاسم ل6 لأن 6 من مضاعفات 2 لكن مثلاً 4 ليس قاسماً ل6 لماذا؟ لأن 6 ليس من مضاعفات 4 هكذا وفقط وبكل بساطة طبعاً أستطيع أن أقول أن 2 قاسم ل6 لأن حصل القسم الإقليدية ل6 على 2 معدوم لكن لا داعي للتعقيد نكتفي بالتعريف البسيط وأنه A قاسم لB معناه بمضاعف لأ مثلاً نقول أن 8 هو قاسم ل64 لماذا؟ لأن 64 من مضاعفات 8 نقول مثلاً أن 7 قاسم ل14 لماذا؟ لأن 14 من مضاعفات 7 بسيطة جداً الآن ما معنى كلمة المشترك؟ سميناه القاسم علمنا لماذا سميناه القاسم الآن لماذا سميناه المشترك؟ لأن هذا الدرس القاسم المشترك الأكبر لمن؟ القاسم المشترك الأكبر لعدديني معناه هذا العدد راح يقسم لي عددين ولذلك قلنا القاسم المشترك مثال حتى نفهم نقول أن 3 قاسم ل9 عدد آخر 3 قاسم مثلاً ل21 ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ هنا أن 3 هو قاسم مشترك للعددين 9 و21 بسيطة هذه أيضاً هذا ما نقصده بالقاسم المشترك مثال آخر 7 قاسم ل14 7 قاسم ل70 إذن فهو قاسم مشترك للعددين 14 و70 الآن نذهب إلى كلمة الأكبر لماذا سميناه القاسم المشترك الأكبر؟ لماذا لم نقل القاسم المشترك وكذا؟ لماذا أضفنا كلمة الأكبر؟ طبعاً أضفنا كلمة الأكبر لأنه ليس بالضرورة أن يكون هناك قاسم واحد فقط قد يكون هناك قاسمين مشتركين قد يكون هناك ثلاث قاسم مشتركة قد يكون هناك أربع قاسم مشتركة يعني ليس بالضرورة أن يكون قاسم واحد فقط قد يكون قاسم واحد فقط وقد يكون أكثر من قاسم في حالة أننا وجدنا أكثر من قاسم مشترك يوجد عدة قاسم مشتركة هنا إذا قلنا قاسم مشترك فسوف تكون الإجابة غير واضحة نعطي مثال حتى تفهموا مثلا العددين 20 و 30 نأخذ القواسم المشتركة ما معنى قواسم المشتركة معنى عدد يقسم 20 و 30 مثلا 1 هو قاسم ل 20 و 30 لماذا لأن 20 و 30 من المضاعفات الواحد 2 قاسم ل 20 و 30 لماذا لأن 20 و 30 من المضاعفات 2 وهكذا نكمل بقية الأداد مثلا 5 قاسم لهما 10 قاسم لهما أظن هذه هي القواسم المشتركة 1 2 5 10 الآن هذا المثال يوضح لماذا قلنا سميناه القاسم المشترك الأكبر لأننا إذا قلنا القاسم مشترك وكفى فإذا أجبت بـ 1 صحيحة إذا أجبت بـ 2 إجابة صحيحة إذا أجبت بـ 5 إجابة صحيحة وكذلك إذا أجبت بـ 10 إجابة صحيحة يعني القاسم المشترك تكون يحتمل عدة إجابات ولذلك في هذا العام إن شاء الله سنربع متوسط نحن لا نحتاج القاسم المشترك بل نحتاج أن نستخرج القاسم المشترك الأكبر كيف نستخرج القاسم المشترك الأكبر؟ لدينا هذه الأعداد هي قواسم مشتركة نختار أكبرها أكبرها هو العدد 10 إذن هو القاسم المشترك الأكبر الآن كيف أصرح بالإجابة؟ أستطيع أن أقول أن القاسم المشترك الأكبر للعددين 20 و 30 هو 10 وأستطيع أن أكتب باختصار باللغة الفرنسية PGCD يعني القاسم المشترك الأكبر للعددين 30 و 20 ماذا يساوي؟ يساوي 10 أستطيع أن أجيب هكذا باختصار دون أن أكون مضطرا لذكر الجملة كاملة يعني القاسم المشترك الأكبر للعددين 30 و 20 هو 10 بكل بساطة هذا هو تعريف القاسم المشترك الأكبر وأظن أنه سهل جدا وبسيط مراجعة في عجالة قلنا A قاسم ليبي نعرف القاسم ما معنى قاسم؟ A قاسم ليبي طبعا A عدد طبيعي غير معدوم مفرغ منها هذه A قاسم ليبي معناه أنه بي من مضاعفات قلنا ما معنى مشترك لأنه يقسم عددين ليس عدد واحد هنا متان عشرة وقاسم لي 30 وقاسم 20 قلنا لماذا سميناها الأكبر؟ لأنه توجد عدة قواسم مشتركة ولذلك إذا قلنا قاسم مشترك فسوف نجد عدد إجابات لكن القاسم مشترك الأكبر هو عدد واحد فقط وهو أكبرهم سهل جدا الآن نذهب إلى طرق حساب البيجيسيلي توجد ثلاث طرق نحن سوف ندرس طرق ثلاثة إن شاء الله ونفهم أيضا الطرق الثلاثة لكن سوف نركز على طريقة معينة وسوف أقول لكم لماذا؟ الآن نبدأ مع الطريقة الأولى ما هي أول طريقة لحساب القاسم المشترك الأكبر؟ أول طريقة لحساب القاسم المشترك الأكبر هو أنك تحسب القواسم العدد الأول ثم تحسب قواسم العدد الثاني ثم من هذه القواسم تستخرج القواسم المشتركة ثم من القواسم المشتركة تستخرج القاسم المشتركة الأكبر نعطي مثال حتى يسهل الفهم مثلا الأستاذ طلب مني حساب PGCD قاسم مشترك الأكبر للعددين 30 و20 الطريقة الأولى ماذا تقول؟ تقول أننا نحسب قواسم العدد 30 ما هي قواسم العدد 30؟ 1 قاسم ل30 2 قاسم ل30 كذلك 3 5 6 10 15 30 طبعا لا تسألني لا تقول يا أستاذ كيف وجدت هذه الأعداد قلنا يكون قاسم 1 قاسم ل30 لأن 30 مضعفت وحد 2 قاسم ل30 لأن 30 مضعفت 2 وهكذا مع جميع الأعداد ثم بعدما نستخرج قواسم العدد الأول نستخرج قواسم العدد الثاني في هذه الحالة هو 20 قواسم العشرون هي 1 2 4 5 10 و20 الآن استخرجنا قواسم كل عدد من أين استخرجنا قواسم كل عدد كنا نتحدث عن تعريف القاسم تعريف القاسم يكون قاسم يبي إذا كان بمضعفات استخرجنا القاسم الآن بعدما عرفنا الكلمة الأولى الكلمة الثانية الآن استخرجنا القاسم الآن القواسم المشتركة نضيف لكلمة القواسم القواسم المشتركة انظر هنا الواحد هو قاسم مشترك أولا نكتب القواسم المشتركة هي الواحد قاسم مشترك يقسم 20 يقسم 30 2 5 10 هي نفس الأعداد التي كتبتها هنا الآن بعد ما استخرجنا القواسم ومن القواسم استخرجنا القواسم المشتركة الآن من القواسم المشتركة ماذا نستخرج نستخرج القاسم المشترك الأكبر ما هو القاسم المشترك الأكبر PGCD قاسم مشترك الأكبر للعددين 20 30 20 هو 10 هذه هي الطريقة الأولى وأظن أنها بسيطة جدا تبقى باقي الطرق سوف نكملها إن شاء الله في درس آخر حتى لا يكون درس طويل جدا بالتوفيق أيها التلاميذ الأعزاء وفي درس آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته